اشتركوا في القناة وقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرذق من يشاء بغير حساب الحمد لله رب العالمين محمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السليما كثيرا مزيدا إلى أم الدين بداية أرحب بكم أيها الإخوة وأسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن الواجب وأنهينا مباحثه حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله وانتهينا عند الحديث عن صيغ أو الصيغ الدالة أو أساليب الدالة على الوجوب وأخذنا شيئا منها وشيئا من الأمثلة أيضا أليس كذلك وأظن أنه ما زال عند الإخوة شيء من الأمثلة أو من الصيغ لم يذكر هل تم شيء منها أنتم ذكرتم إيش الصيغة الأولماء قلنا فعل الأمر كذا الصيغة الثانية اسم فعل الأمر والثالثة المصدر الذي ينوب مناب فعل الأمر طيب والرابعة الفعل المضارع المقترن بلام أو بلام الأمر هذه أربع صيغ هل تم صيغ أخرى أيضا نعم وهذا طبعا مفهوم شامل وعام يندرج تحته صيغ كثيرة يقول الخبر الدال على الأمر ما مثال الخبر الدال على الأمر أحسنت والمطلقات يتربصن بأنفسهن هذا خبر ليس كذلك فصيغته صيغة خبر لكن مفاده مفاده مفاد الأمر أي عليهن أن يتربصن ومثل قول جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن فإن هذا أيضا خبر ولكنه يعني صيغته صيغة الخبر ولكن مفاده الأمر أيضا هذه الصيغة خامسة سالسة مثل ولله على الناس أين أخذت الوجوب هنا من أين استفدت الوجوب ولله على الناس يعني من أي موضع بالضبط يمكن أن تقول هنا من موضعين موضع الأول ما هو أحسنت اللام الدالة على الاستحقاق والثاني على الدالة على على الإلزام الدالة على الإلزام وهي ظاهرة في الوجوب ولله على الناس نعم مثل قولها صلى الله عليه وسلم عليكم مثلا بجماعة المسلمين أيضا وإن كان هذا ليس هذا مثال مندرج تحت الصيغة اسم الفعل الأمر كما سبق طيب مثال آخر أو صيغة أخرى أحسنت صيغة الفرض مثل فرض رسول الله صدقة الفطر كما قال ابن عمر هذا أيضا يدل على الوجوب أيضا كذلك أحسنت إن الله افترض عليكم خمس صلاوات هذا كذلك صيغة الفرض صيغة الكتابة مثل انترك خيرا كذلك قوله كتب عليكم الصيغة كتب عليكم القصاص طيب هناك صيغة أخرى كتب عليكم القتال أي ترتيب الذنب والعقاب على الفعل أو الترك على الترك أو لا على الفعل أنا مشايخ على الترك طبعا مثل إيش ترتيب الذنب العقوبة على التر طبعا هنا أكثر من صيغة في الحقيقة يمكن أن تقول ترتيب الذنب صيغة ترتيب العقوبة الدنيوية صيغة ترتيب العقوبة الأخروية صيغة من العقوبة الدنيوية مثلا ترتيب الحد مثل ماذا والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزانية فاجلدوا طيب وغير هذا ما ترك صلاة الجماعة وش النص العهد العهد الذي مثلا بيننا أو هذا في الصلاة عموما لكن نعم لقد هممت أنامر برجل أحسن حديث بهريرة هذا يدل أيضا على ما تذكره هذا جيد لأن أشركت وين الصيغة التي استفدت منها أيوة بس هذا فعل الأمر ولا نهي يعني هذا يستفاد منه الأمر أو النهي النهي ونحن في صيغة الدالة على الأمر قل هو بلازمه نعم يعني أن النهي من لازمه إيش الأمر بضده كما سيأتينا إن شاء الله فهذا نعم نقول إن النهي عن الشرك يدل على الأمر على على التوحيد أو الأمر بالتوحيد كذلك هناك شيء آخر نعم أحسنت ترتيب العقوبة هنا دال أيضا على ذلك على أن صالة العصر واجب أحسنت التصريح بصيغة الأمر مثل إيش قول عائشة أحسنت كذلك هذا صحيح ومرنا بقضاء الصلاة ولم نؤمر بقضاء الصيام هذا صحيح في شيء آخر مثل أيضا إن الله يأمر بالعدل والإحسان طيب أيضا في شيء آخر عندكم التصريح بلف الأمر والذي ذكره أخوه قبل قليل هذا صحيح في شيء آخر أو نقف عند هذا الحد هل هناك صيغة أخرى طبعا الصيغة الدالة على الأمر كثيرة جدا الصيغة الدالة على الأمر كثيرة جدا وما ذكر إنما هو فقط جملة أو جزء من تلك الصيغ إنما هو جزء من تلك الصيغ لكن من الصيغة الدارجة في السنة كثيرا أو في الكتاب والسنة عموما من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب هل لفظة واجب هنا تدل على الوجوب أيضا أو لا ومثلها أيضا كلمة حق هذا يرد كثيرا حق المسلم على المسلم خمس هل هذا أيضا يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب نقول هذا يدل على الوجوب هذا يدل على الوجوب لكنه ظاهر فيه يعني ليس نصا وإنما على الصحيح وإنما هو ظاهر في الوجوب ولهذا يمكن أن يصرف إلى غير الوجوب لكنه ظاهر فيه ولكن ينبغي الإشارة إلى جانب أو إلى أمر مهم وهو أن هذه الصيغ التي وردت في السنة لا تدل على الواجب المصطلح عليه وإنما تدل على المعنى اللغوي الذي بدوره يدل على الإلزام الذي بدوره يدل على ماذا الإلزام فإذا قال واجب على كل محترم كما في حديث نسائي رواح الجمعة واجب على كل محترم هل نقول هذا بمعناه المصطلح عليه كلمة واجب هنا هي المصطلح عليها أو لا الجواب قطعا لا وإنما المراد هنا بالواجب الوجوب اللغوي وهو الثبوت واللزوم وهذا بلا شك يدل على الإجاب أو الوجوب الشرعي يدل على الوجوب الشرعي لأن هذه المصطلحات التي استقرت عند العلماء لا تبنى عليها النصوص ولا تحمل عليها النصوص وإنما هي مصطلحات متأخرة عادة ما تكون على وفق المعنى اللغوي على وفق المعنى اللغوي وسيأتينا إشارة إلى شيء من ذلك في التحريم والكراها طيب نقتصر على هذا ونبدأ بالمندوب نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنفل وهو الزيادة على الواجب نعم قال ومندوب هذا هو القسم الثاني من أقسام الإحكام التكليفية وهو المندوب وقد عرفه المؤلف هنا لم يشر إلى تعريفه اللغوي وذلك لأن المقصور هو التعريف الإصطلاحي على كل حال طبعا الندب في اللغة يدل على ماذا يدل على الدعاء ندب القوم إذا دعاهم ول العلماء حديث حول اشتقاق هذه المادة على كل حال لا يهمنا هذا الآن إنما يهمنا المعنى الإصطلاحي ما هو المندوب في الإصطلاح حرفه بأنه ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك ما يقتضي الثواب إذا فعله الإنسان اقتضى الثواب والجزاء على ذلك إذا فعله فإنه يقتضي الجزاء وقد قيدنا ذلك كما سبق بأن يقال إيش امتثالا لا العقاب على الترك أي لا يستحق من تركه العقوبة لا يستحق من تركه العقوبة إذن المندوب هو كما عرفه المؤلف هنا رحمه الله أنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ولا يعاقب تاركه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه بأي شيء يخالف الواجب إذن يخالف الواجب بأنه يترتب على تركه بالنسبة للواجب الواجب يترتب على تركه العقوبة بينما المندوب لا يترتب على تركه العقوبة لا يترتب على تركه العقوبة وهذا فارق بين الواجب والمندوب وإذا ردنا أن نعرفه بناء على التعريف السابق للواجب حينما عرفنا الواجب بأنه ما طلبه الشارع طلبا جازما نقول هنا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم فالمندوب هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم فالشارع يريده ولكن الشارع لا يريده على سبيل الجزم والتصميم ما مثال المندوب أمثلة المندوب كثيرة ومنها مثلا سنن الرواتب السنن الرواتب فإنها مندوبة وكذلك أيضا صيام الاثنين والخميس كذلك هذا يسمى مندوبا لأن من فعله يثاب على الفعل طيب ومن تركه لا يعاقب على الترك نعم قال بعد ذلك وبمعنى أي وبمعنى المندوب المستحب والسنة يقول المؤلف بمعنى المندوب حسب التعريف السابق أيضا المستحب والسنة ونفهم من هذا أن المستحب والسنة من أسماء المندوب فإذا أطلق المستحب فالمراد به المندوب أي أنه يثاب فاعله ولا يعاقب ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه وبين العلماء شيء من الخلاف هل المستحب مرادف للمندوب تماما أم أن بينهما شيئا من الخلاف فمن أهل العلم ذهب إلى أن المندوب يرادفه المستحب من غير فرق أو بلا فرق وهذا ما أشر إليه المؤلف هنا ومشى عليه ومن العلم ذهب إلى أن المستحب يفارق المندوب يفارق المندوب ثم اختلفوا في تحديد نوع الفرق بينهما فما هو الفرق بين المستحب والمندوب على أقوال عدة في هذا منها أن المندوب هو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وداوم على فعله ومنهم من قيده بأنه ما داوم على فعله سواء أمر به أو لم يأمر به أما المستحب فإنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم على فعله أو أنه ما أمر به وفعله أو لم يفعله ولكن إن فعله فإنه لا يداوم على فعله أيضا يعني ما أمر به عليه الصلاة والسلام وفعله من غير مداومة أو لم يفعله أو لم يفعله ومن أهل العلم انفرق بفروق أخرى أيضا لكن الأقرب أنه لا فرق بين المندوب والمستحب لا فرق بينهما وإن كان جملة من متأخر المذاهب يفرقون من الفقهة بالذات وبالذات من الحنابلة يفرقون بين المستحب والمندوب فالمستحب يطلقونه على ما لنص فيه بينما المندوب يطلقونه على ما فيه نص يعني المندوب لا بد أن يكون فيه نص مثل سنة الرواتب أما بالنسبة للمستحب فإنه لا يحتاج إلى نص قد يكون عن طريق المصلحة يعني يكون ثبوته عن طريق المصلحة أو استحسان كما يعني يقولون مثلا يستحب أن يضع أو أن يوضع على الميت أن يوضع على بطن الميت حديدة هنا لا يصفي ذلك ولكنهم يستحبون ذلك لما فيه من المصلحة يستحبون ذلك لما فيه من المصلحة ويعللون حتى لا ينتفق بطنه حتى لا ينتفق بطنه قال والسنة وهي الطريقة والسيرة عرفها في اللغة بأنها الطريقة والسيرة بين المؤلف هنا أن السنة أيضا تطلق وتكون في إطلاقها مرادفة للمندوب فلا فرق بين المندوب والسنة ثم قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن السنة لها إطلاقان إطلاق مرادف للمندوب وإطلاق أعام من ذلك وهو أن تطلق على ما فعل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل على سبيل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يندرج في ذلك المندوب والواجب أيضا يندرج في ذلك المندوب والواجب أيضا فإن الواجب يسمى سنة فإن الواجب حينئذ يسمى سنة ومن هذا الباب مجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال تعلموا أنها سنة لا يريد هنا أنها سنة بمعنى الندب وإنما هي سنة بمعنى الواجب على الصحيح من قول أهل العلم والحديث في البخاري فإذا أراد بالسنة هنا أنها سنة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلق ذلك أيضا بن عباس في موضع آخر حينما سئل عن اللقاء في الصلاة سأله طاوس فقال رضي الله تعالى عنه حينما قال طاوس إنا لنراه جفاء بالرجل فقال سنة أبي القاسم فقال سنة أبي القاسم وهو هنا لا يريد بالسنة الواجب ولا إشكاله في ذلك وإنما يريد بالسنة هنا أنها سنة متبعة أنها سنة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم فما فعل على سبيل المتابعة إذن يمكن أن يسمى سنة سواء كان واجبا أو كان مندوبا بناء على هذا نطلق على الضحى سنة أو لا نطلق نطلق على الضحى سنة طيب نطلق على الصيام سنة أو لا الصيام الواجب الجواب نطلق عليه سنة وكذا ومن هذا الباب الشامل للأمرين جاء قوله صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها إلى آخره ومنه أيضا حينما قال عليه الصلاة سمع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فإن المراد جميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن الخلفاء الراشدين إذن السنة تطلق بإطلاقين إطلاق عام وإطلاق خاص قال بعد ذلك والنفل أي ومما يرادف المندوب وهو بمعناه النفل أيضا فإن النفل يطلق على المندوب قال وهو الزيادة على الواجب يقول النفل هو الزيادة على الواجب والندب زيادة في الحقيقة على الواجب فالمندوب هو تكليف زائد على الواجب ولهذا فإن النفل من الأسماء المراد فهلي الواجب ومنه قوله جل وعلا وما يزال في الحديث القدسي وما يزال عبد يتقرب إلي بالنفل يقصد ماذا المندوبات يقصد جل وعلا المندوبات كما في حي أبي هرير عند البخاري وأيضا من ذلك قول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النفل أشدت أشدت عاهدا منه الأركعتين الفجر فقولها هنا من النوافل تقصد المندوبات تقصد المندوبات والمسنونات نعم لكن قوله جل وعلا في شأن النبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك هل المراد هنا النافلة بمعنى الندب أو لا أو بمعنى الوجوب الحقيقة هذا الموضع مما حصل فيه الخلاف بين العلماء فهل المراد بالنافلة هنا ما زاد على الفرض أو أن المراد بالنافلة هنا ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص فيكون واجبا قولاني للعلماء نعم وقد سم القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمانينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب نعم أتى هنا بمسألة وهي ما زاد على الواجب ما زاد على الواجب هل هو مندوب أو واجب هل هو مندوب أو واجب فالزيادة على الواجب ما حكمها والزيادة في الحقيقة على الواجب لها قسمان القسم الأول الزيادة المنفصلة والثاني الزيادة المتصلة القسم الأول الزيادة المنفصلة هذه لا إشكال فيها أنها ليست واجب وإنما هي مندوبة ومن أمثلتها مثلا السنة الرواتف فهي زائدة على الفروض لكنها زيادة متصلة ولا منفصلة زيادة منفصلة مستقلة بذاتها فهذه الزيادة لها حكم معتبر بذاتها وليست واجبة ومثل ذلك صيام الأيام البيض مثلا أو صيام أيام البيض ومن ذلك أيضا صيام الاثنين والخميس فهذه زيادة على الواجب لكنها زيادة منفصلة أو متصلة زيادة منفصلة فلا حكم مستقل وهي متميزة بذاتها وهي متميزة بذاتها القسم الثاني وهو الذي عناه المؤلف هنا الزيادة المتصلة الزيادة المتصلة وهي زيادة التي لا تتميز التي لا تتميز عن الواجب بل هي متصلة بالواجب هذه الزيادة التي اتصلت بالواجب التي اتصلت بالواجب ولم تتميز بفاصل ما حكمها المؤلف هنا بيّن أن فيها إيش أن فيها خلافا فذكر في المسألة قولين القول أول قال وقد سمى القاضي ويقصد بالقاضي هنا أبا يعلى سمى ما لا يتميز من ذلك من ذلك يعود إلى أي شيء الضمير يعود والإشارة يعود إلى ماذا الزيادة إلى الزيادة على الواجب قال ما لا يتميز من ذلك مثل له قال مثل ماذا قال كطمأنينة في الركوع والسجود الطمأنينة هل حد الشارع لها حدا معينا أو ليس ثم حد ظاهر ليس لها حد ظاهر أليس كذلك ليس لها حد ظاهر يحده أو قد حده الشارع فعلى هذا إذا أتى المصلي بأقل ما ينطبق عليه مسمى طمأنينة أجزاءه ذلك أو لا أجزاءه ذلك طيب فإن زات فما حكم هذه الزيادة هذا ما يتحدث عنه المؤلف هنا هذا ما يتحدث عنه المؤلف هنا طيب ما أقل ما ينطبق عليه مسمى طمأنينة أيها الشيخ إذا أتى بالذكر هكذا حده جملة منها للعلم يعني مثلا في الركوع والسجود قالوا إذا سبح تسبيحة واحدة وبعضهم يحده بمقدار تسبيحة واحدة لا بالتسبيح لأنه ليس من شرط الطمأنينة وجود التسبيح وإنما بمقدار التسبيح وعلى كل حال الأقرب في هذا أنه إذا عاد العضو إلى مكانه ولولي هنيها فإن ذلك يحصل به الواجب فإن ذلك يحصل به الواجب المقصود على كل حال تحقيق هذا ليس هنا وإنما في الفقه المقصود إذا حصل منه ذلك ثم زات بدلا من أن يسبح مثلا مرة أو مرتين سبح عشر مرات زاد على الواجب أو لم يزيد زاد على الواجب فقد يطمأن أكثر وزاد على الواجب أيضا في جانب التسبيح فهو زاد في الطمأنينة وزاد في التسبيح لكن ليس الكلام عن الزيادة في الآن التسبيح وإنما الكلام عن الزيادة في الطمأنينة لأنها غير متمايزة فهل نقول إن هذه الزيادة التي لم تتميز تكون واجبة أو مندوبة القاضي قال إنها إيش قال واجبة قال واجبة طيب لماذا هي واجبة لأنها غير منفصلة ويتتميز عن الواجب فليست قائمة بذاتها ليست قائمة بذاتها فيقال هذا مندوب وهذا واجب فلعدم التمييز قال إنها واجبة قال إنها واجبة وقد خالفه في هذا كما سيريد من كلام المؤلف من هو أبو الخطاب فإن أبو الخطاب رحمه الله الكلوذاني خالف شيخه في هذا وقال بأنها مندوبة وبهذا قال الجمهون إذن في المسألة قولا قول الأول أنها واجبة به قال القاضي كما نسب إليه هنا والقول الثاني أنها مندوبة وبه قال جماهير العلماء ودليلهم على الندب أن هذه الزيادة يمكن تركها والواجب لا يمكن تركه الواجب لا يجوز تركه بينما هذه الزيادة يجوز تركها ولهذا قالوا إنها ليست واجبة إنها ليست واجبة طيب هنا ما المراد ما مراد المؤلف أو ما مراد أولا أبو يعلى رحمه الله بأن هذه الزيادة واجبة بين ذلك المؤلف فماذا قال قال في تفسيره لكلام القاضي قال بمعنى حينما قال واجبا ما معنى قال بمعنى أنه يثاب عليها ثوابه ثواب الواجب المؤلف أراد هنا أن يحمل كلام القاضي على محمل حسن فقال ليس مراد القاضي أن هذا الفعل أصبح بأكمله واجب بحيث أن الزيادة هذه لو تركها أثم فينطبق عليها وصف الواجب لا يريد القاضي ذلك إذن ماذا يريد قال القاضي في الحقيقة يريد أنه يثاب على الجميع ثواب الفرد يثاب على الجميع ثواب الفرد لماذا يثاب على الجميع ثواب الفرد لأنه كما قلنا الأمر غير متميز ولهذا فإنه يثاب على الجميع ثواب الفرد فلا يقال لا يقال أول فعلك تثاب عليه ثواب الفرد وآخر فعلك تثاب عليه ثواب المندوب وإنما الجميع يثاب عليه ثواب الفرد وهذا المحمل محمل حسن أو لا هذا المحمل محمل حسن وهو محتمل من من قال بالوجوب وهو محتمل من من قال بالوجوب هل يثبت هذا القول عن القاضي المؤلف نسبه هنا للقاضي أبي يعلى رحمه الله لكن المطلع على كتابه العدة يجد أن القاضي يمين إلى القول بي الندب يمين للقول بأنه مندوب أو بأن هذه الزيادة ليست واجبة وإنما هي مندوبة ولهذا رد على القائلين بالوجوب ولهذا رد على القائلين بالوجوب لكن تلميذه أبي الخطاب رحمه الله ذكر عنه أنه يرى الوجوب ورد هذا القول عليه وناقشه فيه ونكر ذلك أيضا غير واحد والمردابي رحمه الله ذكر عن القاضي القولين الوجوب والندب وأشر في المسودة إلى أن القاضي رحمه الله ذكر ذلك في كتاب آخر غير الكتاب المشهور بين أيدينا وهو المعروب العدة وإنما ذكره في كتاب له آخر فإذا كان الأمر كذلك فيكون للقاضي كم قول في المسألة يكون للقاضي قولان في المسألة نعم قال وخالفه أبو الخطاب يعني قال أبو الخطاب بأنه مندوب وليس أو بأن هذه الزيادة مندوب وليس تواجبه وبهذا كما قلنا قال الجمهون وهذا القول هو الأظهر القول بالندب هو الأظهر لجواز الترك لأنه يجوز تركه الفعل لكن هل يترتب على الخلاف ثمرة فرعية الأقرب والله أعلم أنه لا يترتب على الخلاف هنا ثمرة وإنما المترتب على هذا هو ماذا هل يثاب ثواب الفرض أو يثاب ثواب الندب وهذا الأمر موكول لله تبارك وتعالى فلا يحسن بنا الاسترسال فيه كثيرا قال بعد ذلك والفضيلة والأفضل كالمندوب يقول أيضا من الأسماء التي هي مرادفة للمندوب الفضيلة والأفضل فإذا أطلق الفضيلة مثلا أو الأفضل فإن المراد حينئذ بهذا الأمر المندوب أو أنه مندوب فإذا قل هذا أفضل أو تثبت فضيلة كذا فإن هذا يشير إلى الندب ويدل على الندب وأما الفضيلة فلا إشكال في هذا أن الفضيلة من الأسماء التي ترادف المندوب أما الأفضل فإنه لا يشترط فيه ذلك الأفضل يطلق على المميزة بين الأمور المتساوية وهذا الأمر لا يقصص بالمندوب بل قد يكون في المندوب وقد يكون أيضا في الواجب أو في غيرهما أيضا بعد هذا إذا أنهينا المندوب ما هي الصيغة التي تدلنا يا مشايخ على الندب بسرعة عشان ما يعني يمضي علينا الوقت هنا صيغة أولا أحسن صيغة افعلت إذا وجدت لها قرينة صارفة أو جميع الصيغة التي سبقت الصيغة الصريحة افعل ولتفعل إلى آخره إذا جاء لها أو معها قرينة صارفة إذا جاء معها قرينة صارفة مثل ماذا؟ هل أحد يستطيع أن يمثل هنا؟ فضل أحسنت ثم نعم لكن هل معنى ذلك أن القيب أندوب أين الأمر؟ أين الأمر؟ إحسنت النبي عسلم قال كما في صنع المسلم من شرب قائما فليستقي لكن الأمر هنا على للشرب ولا للقي للقي وهل هذا الأمر يراد به الحقيقة؟ حتى نقول هو والله مندوب ولا واجب؟ يعني هل القي هنا الاستقاة هنا مندوب نقول؟ ما يقول أحد بهذا من أهل العلم نعم ليس هذا الموضع أو ليست هذه الصيغة من الصيغة التي نريدها هنا لأن الأمر هنا بالقي ليس أمرا به بذاته يراد منه الفعل لكن أنت تريد أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب قائما لكن الصيغة هنا ليست هي صيغة إفعل وهذا الذي أريده الصيغة هنا ليست صيغة إفعل ليست الصيغة دالة على الأمر بالشرب هي صيغة إفعل إنما المراد هنا أن هذا الأسلوب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الندب أو دلنا على الوجوب فلما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلق القيع على الترك على عدم الفعل دل هذا على التحذير الشديد من الشرب من الشرب قائما فهو أمر بشرب جالسا لكن ليست هي صيغة صريحة ليست هي صيغة صريحة يعني ليست هي صيغة إفعل واضح نعم وللمثال صحيح في كونه للندب لكن ليست صيغة صيغة إفعل في شيء آخر فاكتبوا أحسنت ما الصارف أحسنت فليؤدي الذي تمنى أمانته أحسنت هذا صحيح في شيء آخر غير هذا صيغة أخرى التخيير بين الفعل والترك كيف حلي عبد الله بن مغفى المزني ما هو صلوا قبل المغرب ثم قارف الثالثة لمن شاء هذا صحيح صيغة صحيحة الجواب ليست الصيغة هنا صيغة ندب وإنما صيغة إباحة فالتخيير صيغة إباحة لكن قد تقول أنت هل الحكم في هذا الموضوع في حدي عبد الله بن مغفى للندب أو للإباحة الجواب قولا أصحهما وهو اختيار من القيم وجماعة أنه للندب بدلالة ماذا؟ ليس بدلالة التخيير وإنما بدلالة بدلالة التكرار صلوا 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 ثم خشي من الوجوب فعلق الأمر على المشيئة فالمشيئة صارفة من الوجوب وليست للندب وإنما أخذ الندب من ماذا؟ من ماذا؟ من التكرار من التكرار جيد مثال صيغة أخرى ما مثاله؟ أحسنت التصريح بالأفضلية هو من التسل فالغسل أفضل ماشي أحسنت مثل سبحانه رب أحسنت مثال آخر أو صيغة أخرى أو في هذه الصيغة هل أحد يستطيع في هذه الصيغة أن يأتي بشيء؟ تصريح بالحب أو بالمحبة أو بالاستحباب هل جاء شيء بالاستحباب؟ لا لا بلفظ الاستحباب حديث أبي برزة ماذا قال؟ وكان يستحب وكان إيش؟ كان يستحب النوم بعدها يعني بعد العشاء كما جاء في رواية طيب وجاء أيضا عن أمي سلمة لكن الحديث فيه ضعف كان يستحب أن يسافر يوم الخميس كان يستحب ولكن الصيغة الثابتة كان يحب كحديث كعب في البخاري كان يحب وهذه أيضا من الصيغة الدالة غيره؟ صيغة أخرى؟ ها؟ الفعل سواء داوم أو لم يداوم ولا لا نعم الفعل الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب على القول المشهور والمثال محل الخلاف ستريد أحسنت الترغيب مثلا السواك مثلا ويره أيضا فيه شيء آخر مشايخ تعليل ب مثاله أيوة نعم هذا ذكره بعضهم كما تذكر التعليل وفيه كلام ليس هذا موضعه لكن من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا علل بيامر مشكوك فيه أو بعلة مشكوك فيها فإن الأمر صارف لكنه يعني محل الخلاف محل الخلاف والجمهور على ما تذكر وجعلها قرينة لصرف الأمر هنا إلى الندب إلى إلى الندب وقول بعدم الوجوب طيب في شيء آخر مشايخ لفظ السنة هل يدل على الندب ولا ما يدل مثل إيش وسننت لكم قيامة كمثال هذا صحيح هدف بن ماجه ولكنه لا يختص طبعا بالندب قد يكون للندب وقد يكون للوجوب كما سبق لكنه كثيرا ما يشير إلى الندب مثال آخر أيضا أو صيغة أخرى هل في صيغة أخرى ها أحسنت يعني المدحش أو الثناء على الفاعل الثناء على الفاعل وطبعا هذا الأمر قد يكون للندب وقد يكون للكرهة ومثلها أيضا صيغ النفل وما اشتق منها نعم أكمل ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه أنتو ماتيتم بشيء للمندوب ولا لا نقلنا لكم المندوب وأظن الأخوان أجابوا عنها على هذا المقتضى ولا لا ها أي شيء ماشي نعم ماشي أكمل وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار الموصوبة في أصح الروايتين وعندما انصحها أنه إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة فسماه أبو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة لذلك بطلت أو لا إلى واحد منهما كالبس الحرير فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح نعم القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية المحظور وقال في اللغة هو إيش الممنوع عرفه بأنه الممنوع ولن نقف كثيرا عند المعاني اللغوية قال والحرام بمعناه يقوم من أسمائه أيضا الحرام فيسمى محظورا ويسمى أيضا محرما ويسمى محرما والحرام بمعنى أي بمعنى المنع فالتحريم هو المنع في اللغة ومنه يسمى الحرام حرما لأنه يمنع من إيش من الإحداث فيه أو يمنع مما منع الشرع يمنع جملة من الأمور التي جاء الشرع بمنع فعلها في الحرام ومثل ذلك أيضا حريم البئر لأنه يمنع غير صاحبه من القرب إليه وقال في تعريفه في اللغة في الشرع قال وهو ضد الواجب وهذا أمر واضح فإن المحظور والمحرم ضده ضد الواجب فهو ضده قال بعد ذلك ما تعريفه قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ما الضدان يا مشايخ حين قال ضد الواجب متى يسمى الشيء ضد شيء آخر ويمكن أن أن يرتفي عنه حسنت إذن ما لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما وأما إذا لم يمكن ارتفاعهما ولم يمكن اجتماعهما فيسمى بالنقيضين فيسميان حينئذ بالنقيضين واضح مشايخ فهو هنا قال وهو ضد الواجب بمعنى أنه لا يجتمع معه وإن أمكن أن يرتفع سويا لأنه قد يثبت غير الواجب والمحرم من الأحكام التكليفية قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه المحرم هو ما يعاقب على فعله وتقيد بالاستحقاق يعني ما يستحق فاعله ماذا العقوبة ما يستحق فاعله العقوبة إذا فعله الإنسان فإنه يستحق عقوبة الله جل وعلا على الفعل يستحق عقوبة الله تبارك وتعالى على الفعل عقوبة هنا شامل لأي عقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية قال ويثاب على تركه ويثاب على تركه أيش امتثالا فمن تركه لله تبارك وتعالى فإنه يثاب على هذا الترك فإنه يثاب على هذا الترك ما مثاله مثاله الزنا مثلا الله عز وجلناها عنه إذا فعله الإنسان يعاقب على الفعل إذا تركه امتثالا يثاب على ذلك وإن كان لغير الامتثال فإنه لا يثاب على ذلك يعني كشخص مثلا يقول أنا لا أرغب فيه لا لأنه محرب وإنما لأنني أترفع عن هذا الفعل مثلا فمثل هذا يثاب على الترك ولا ما يثاب الجواب لا يثاب ومثل مثلا الظلم الظلم حرم لكن لو تركه الإنسان ولم يقصد بذلك أن يكون الترك لله وإنما مثلا لأنه لا يرى مثل المصطلحات المعاصرة أنه من صنيعيش يعني الإنسان الحر ليس من صفات الإنسانية كما يقولون فمثل هذا هل يثاب على الفعل على الترك الجواب لا يثاب الجواب لا يثاب ومثل الخمر لو ترك الخمر لأنه مضر لا لله هل يثاب لما يثاب الجواب لا يثاب على ذلك إذن إنما يثاب إذا ترك ذلك لله تبارك وتعالى ولهذا قال في حديث به وريره من جرائي يعني لأجلي فإذا تركها لأجل الله جل وعلا ترك المعصية لأجل الله فإنه يثاب على الترك قال بعد ذلك فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبة المؤلف الآن يتحدث عن اجتماع الوجوب الحرمة الوجوب الحرمة يجتمعان في الفعل الواحد أو لا يجتمعان الجواب الفعل الواحد لا يخلو إما أن يكون واحد بالنوع أو بالشخص قسم الأول أن يكون واحدا بالنوع ما مثاله؟ مثل السجود السجود نوع عام يمكن أن يوقع على أكثر من هيئة باعتبار الشخص باعتبار الشخص ففلان يسجد لله هذا طاعة وقربه وفلان يسجد للصنم هذا إيش؟ شرك ومحرم أليس كذلك؟ فالنوع عموما يمكن أن يجتمع فيه الوجوب الحرمة أو لا؟ الجواب يمكن أن يجتمع فيه الوجوب والحرمة باتفاق أهل العلم وشذ في ذلك أبو هاشم الجباي لكن خلافه شاذ في الحقيقة ولا ينبغي الالتفات إلى مثل قوله لا ينبغي الالتفات إلى مثل قوله لأن الحقائق وإن كانت مطلقة في العقل إلا أن وقوعها في الواقع لا يمكن أن يكون مطلقا وإنما لابد أن يكون مويش أن يكون مقيدا بالوصف أو بالشخص أو بالحال فظن أن هذا الأمر لا يمكن أن يوجد عقلا وأنه مطلق من جهة العقل هذا وإن كان مستساق من جهة العقل إلا أنه من جهة الواقع غير غير مستساق ففي الواقع لا يمكن وجود فعل مطلق وإنما لابد أن يكون متقيدا وإذا تقيد حمل الحكم هنا فيمكن أن يكون هذا الفعل المتقيد بفلان أو بالحالة هذه واجبا ويمكن أن يكون فعل فلان الآخر أو بالحالة الثانية محرما واضح فلا حرج حينئذ أن يجتمع في فعل واحد بالنوع ولهذا الله عز وجل نهى عن السجود للقمر قال لا تسجد للشمس والقمر قال لا تسجدوا ليش ثم قالوا اسجدوا لله النوع واحد وهو سجود لكنه هنا واجب وهنا محرم هذا القسم الثاني وهو الذي طبعا هذا الفعل لم يريده المؤلف أو لم يذكره المؤلف للعلم به القسم الثاني هو أن يكون واحدا بالعين أن يكون واحدا بالعين أو واحدا بالشخص والمقصود بذلك أن يصدر الفعل من شخص بعينه أن يصدر الفعل من شخص بعينه فهنا ما حكم هذه الحالة؟ المؤلف ذكر أن هذه الحالة على قسم واحد وجماهير العلماء يقسمونها إلى قسمين القسم الأول أن يكون له جهة واحدة أن يكون له جهة واحدة فيتوارد الوجوب والحرمة لجهة واحدة وهنا بالاتفاق لا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة فلا يجلس بحال أن يقول الشارع مثلا لفلان صلي المغرب ولا تصلي هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا غير جائز لأنه من بابه التكليف بما لا يمكن الإنسان أو كما يعبر الأصوليون بما لا يطاق القسم الثاني أن يكون له أكثر من جهة أن يكون له أكثر من جهة وهذا القسم هو محل الخلاف هو محل الخلاف وقد مثل له المؤلف بالصلاة في الدار المغصوبة قال المؤلف لذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصحي روايتين المثال هو الصلاة في الدار المغصوبة هنا اجتمع في الفعل أمران لو جاء شخص وصلى في موضع مغصوب قد غصبه من صاحبه فهنا اجتمع في هذا الفعل أمران الأمر الأول الصلاة وهي واجبة عليه والأمر الثاني الغصب وهو محرم عليه اجتمع الفعلان أو الأمران أو لا اجتمع في فعل واحد ما حكم هذا الفعل إذا اجتمع فيه الوجوب والحرمة ما حكمه قال المؤلف يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصحي روايتين معنى ذلك أنه لا يمكن أن يجتمع سويا فلابد من تغريب أحد الجانبين على الآخر والجانب المغلب دائما هو الحرمة هو الحرمة وبالتالي ذهب الأصحاب إلى أن هذا الفعل يعتبر فعلا فاسدا إلى أن هذا الفعل يعتبر فعلا فاسدا فلو صلى الإنسان في موضع مغصوب فإن هذا الفعل يعتبر فعلا فاسدا لماذا؟ قالوا لأنه لا يتصور اجتماع الوجوب والحرمة في هذا الفعل الواحد الذي قام به الشخص الواحد لا يتصور اجتماع الوجوب والحرمة فالوجوب قربة والحرمة معصية ولا يمكن أن يجتمع القربة والمعصية في فعل واحد هذا ما ذاب إليه الأصحاب وفي المسألة قول آخر وهو قول الجمهور وهو رواية عن إمام أحمد اختارها جملة من الأصحاب وهي أن الفعل حينئذ يمكن أن يجتمع فيه الوجوب مع الحرمة يمكن أن يجتمع فيه الوجوب مع الحرمة فالوجوب يتسلط على جانب والحرمة على جانب آخر وبناء على هذا قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة لأنه يمكن تصحيح الصلاة إذ الأمر تعلق بجانب إذ الأمر تعلق بجانب لم يتعلق فيه النهي أو الحرمة طيب ما هو الجانب الذي تعلق به الأمر هو جانب الصلاة وما الجانب الذي تعلق به هو جانب الغصب والغصب منفك عن الصلاة ولهذا قالوا بأن هذا الفعل يعتبر فعلا صحيحا وهذا القول هو الأصح ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب في هذه المساة أن الفعل الواحد إذا كان له أكثر من جهة فإنه يمكن أن يتسلط عليه الوجوب والحرمة إذ يمكن أن نصحح الوجوب من جهة وأن نطبق الحرمة ومقتضاها وما يلزم منها من جهة أخرى ثم قال وعندما انصححها يعني على القول بالتصحيح ينقسم النهي إلى أقسام ينقسم النهي إلى أقسام ما هي هذه الأقسام؟ يقول النهي لا يقرأ حينئذ ثلاثة أقسام عندما يصحح الصلاة في الدار المقصوبة القسم الأول أن يرجع النهي إلى ذات المنهية عنه فهنا يكون مضادا للوجوب فيقتضي الفساد لا إشكال في ذلك ما مثاله؟ مثل الزنا الزنا الشارع نهى عن نهى عن الزنا لذاته نهى عن الزنا لذاته فهنا هل النهي هنا مضاد للوجوب أو لا؟ قطعا هو مضاد للوجوب فلا يأتي آت فيقول الزنا واجب و ومحرم لأن الزنا إيش؟ محرم لذاته ومنهي عنه لذاته وقد توجه النهي إلى ذات الفعل ومثل الظلم والربا مثلا الظلم الشرع نهى عن الظلم ذاته إذن هل يأتي آت فيقول يمكن أن يكون في الفعل هنا أن يتوارد في الفعل الأمر والنهي؟ الجواب لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك فإذا ظلم الإنسان غيره لا يمكن تصعيه الفعل بأي حال من الأحوال طيب قالوا القسم الثاني قال أو إلى صفته أو إلى صفته يعني أن يتوجه النهي إلى صفة إلى صفة ماذا؟ إلى صفة الشيء إلى صفة الشيء إذن لم يتوجه إلى الذات وإنما توجه النهي إلى الصفة ما مثاله؟ قال كالصلاة في السكر يعني في حال السكر عندنا الآن أمران صلاة وهي قد ورد لها الوجوب وسكر وقد ورد له إيش؟ التحريم أو الحرمة هنا ورود السكر لوصف أو ورود النهي هنا هو في الحقيقة لوصف ملازم للصلاة لا ينفك عنها وهو السكر هنا وهو السكر فهذا الوصف في الحقيقة هو وصف ملاصق ملازم للصلاة فهنا ما الحكم في هذه الحالة إذا كان الوصف وصفا ملازما ملاصقا للصلاة سيأتي طبعا في كلام المؤلف ما يشير إلى ذلك قال والحيض قال أيضا كالصلاة في زمن الحيض هنا ورد أمران صلاة و إيش؟ وكون ذلك في وقت الحيض هل يمكن انفكاك الحيض عن الصلاة؟ الجواب لا فهو وصف ملازم فهو وصف ملازم فهو وصف ملازم قال وكذلك الأماكن السبعة الصلاة في الأماكن السبعة كالمزبلة والمجزرة والمقبرة إلى آخره هذا أيضا قد ورد لهذا الأمر وجوب وحرمة لكن الحرمة تعلقت بوصف ملازم لي ليش؟ للشيء الذي ورد له الوجوب وهو الصلاة إذن الأمر هنا قد أو الحرمة هنا قد تعلقت بوصف ملازم لا ينفك عن الصلاة قال والأوقات الخمسة لو أوقع الإنسان الصلاة في وقت من أوقات النهي الأوقات الخمسة المعروفة فكذلك هنا نقول إن النهي أو الحرمة تعلقت بوصف ملازم لي الصلاة بوصف ملازم لي الصلاة لا ينفك عنها لا ينفك عنها هنا ما الحكم؟ قال سماه أبو حنيفة فاسدا سماه أبو حنيفة فاسد يقول إن أبو حنيفة رحمه الله يسمي الفعل هنا فاسد فالصلاة في هذه الحالة في حالة السكر تعتبر عند أبي حنيفة فاسدة والصلاة في الأماكن السبعة تعتبر فاسدة وفي وقت النهي تعتبر فاسدة ما معنى أنها فاسدة يعني ما الذي يترتب على هذا الإطلاق عند أبي حنيفة الفاسد عند أبي حنيفة رحمه الله هو إيش هو ما شرع بأصله دون وصفه ما شرع بأصله دون وصفه الصلاة مشروعة بأصلها لكنها هنا ليست مشروعة بوصفها لأنها وقعت في وقت منهي عنها أو في حالة سكر أو حيض في حالة منهي عنها أو في موضع منهي عنه فالوصف هنا يعتبر مشروع ولا غير مشروع لا يعتبر مشروع إذن الأصل مشروع فهو مشروع بالأصل لكن الوصف ممنوع الوصف ممنوع وليس مشروعا قال هذا القسم سمه أبو حنيفة فاسد بينما يقول عندنا وعند الشافعي هو من القسم الأول إذن يريد أن يقول إن المسألة هذه محل خلاف أو هذا القسم محل خلاف على قولين القول الأول هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أن هذا الموضع لا يمكن أن يجتمع فيه الوجوب مع الحرمة فلا يمكن تصحيحها الفعل بحال يقول وفي المسألة قول آخر وهو قول أبي حنيفة فأو حنيفة رحمه الله يسمي هذا الفعل فاسد ويترتب على ذلك أنه يصحح الفعل أنه يصحح الفعل لأنه مشروع بأصله وإن أفسد الوصف فتعلق به ماذا الفساد من جهة أخرى هذا ما يريده المؤلف رحمه الله والحقيقة أن ما ذكره عن أبي حنيفة محل نظر لماذا محل نظر؟ لأن أبي حنيفة لا يفرق في العبادات وإنما يفرق في المعاملات كما أنه لا يفرق في الوصف الملازم وإنما يفرق في الوصف غير الملازم يعني في الوصف الخارج عن الذات الذي لا يلازم الذات وهو القسم الثالث فكلام المؤلف أن هذا القسم موضع خلاف هذا لا لا يسلم به لا يسلم به بل هذا الموضع أيضا موضع اتفاق هذا الموضع موضع اتفاق فالوصف إذا كان وصفا ملازما لذات المنهي عنه فإنه لا يمكن أن يجتمع فيه الوجوب مع الحرمة لا يمكن أن يجتمع فيه الوجوب مع الحرمة وبالتالي لا يمكن أن نصحح الفعل حينئذ لا يمكن أن نصحح الفعل حينئذ وبناء على هذا لو صلى الإنسان في حالة سكر لا يمكن أن نقول إن الصلاة صحيحة ولا أيضا إذا صلت المرأة في حالة الحيض أيضا ولا إذا صلى في الأماكن المنهي عنها ولا أيضا في أوقات النهي ولا أيضا في أوقات النهي واضح لكن قد يقع الخلاف بين العلماء في تحقيق المناط يعني هل هذا الوصف ملازم أو ليس وصفا ملازم ولهذا وقع الخلاف مثلا في الصلاة في الأماكن السبعة هل تصح أو لا تصح لو صلى الإنسان في مقبرة هل تصح أو لا تصح ومبنى الخلاف في هذه المسألة في تحقيق المناط هل الوصف هنا وصف ملازم أو ليس وصفا ملازم قال والقسم الثالث أو قبل ذلك قال لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولهذا بطلت يقول الوصف هنا وصف ملازم فالنهي هنا وارد على ذات الشيء في الحقيقة على ذات الشيء في الحقيقة فهو وإن كان يتعلق بالوصف إلا أنه وصف ملازم فيأول إلى كونه متعلقا بالذات قال القسم الثالث أو لا إلى واحد منهما هذا القسم الثالث وقوله منهما أي القسمين الأولين يعني لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه إذن إلى أي شيء يعود يعود إلى أمر خارج وهو الوصف الخارج غير الملازم وهو الوصف الخارج غير المنازم ومثل له بلبسيش الحرير قال كما لو لبس الحرير وصلى في ثوب حرير الصلاة هنا مأمور بها ولبس الحرير منهي عنه فتعلق الوجوب بأمر والنهي بأمر آخر هل هذا الوصف ملازم للصلاة؟ أو يمكن أن ينفك عن الصلاة؟ الجواب يقول المؤلف يمكن أن ينفك بناء على هذا التقسيم يمكن أن ينفك عن الصلاة يمكن أن ينفك عن الصلاة فهو وصف خارج ليس ملازم طيب وإذا كان الأمر كذلك قال فإن المصلي فيه جامع بين القربة يعني يمكن أن يجتمع فيه جانب الأمر مع جانب النهي النهي أو جانب الوجوب مع جانب الحرمة فيصح حينئذ أو لا يصح يصح مع تعلق الإثم فيكون مؤدى أو مفاد الوجوب هو الصحة ومفاد النهي هو تعلق الإثم هو تعلق الإثم واضح مشايخ إذن خلاصة القول أن الناهي لا يقلب مثلات أخسام إن عاد إلى ذات الشيء فلا يمكن أن يجتمع الوجوب مع الحرمة إن عاد إلى وصف ملازم أمكن أن يجتمع الوجوب مع الحرمة على قولين والصواب أنه لا يمكن إذن القسم الأول قلنا هو أن يعود النهي إلى ذات الشيء كما قلنا ولا يجتمع فيه الوجوب والحرمة ولا الأمر والنهي والقسم الثاني أن يعود إلى وصف ملازم وهنا أيضا الصواب أنه لا يمكن أن يجتمع فيه الوجوب مع الحرمة ولا خلاف في ذلك على التحقيق والقسم الثالث هو أن يكون النهي راجعا إلى أمر أو إلى وصف خارج غير ملازم وهنا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة كما سبب أو الأمر والنهي من أمثلة قسم الثاني مثلا يمثل علامة كثيرا بالصوم في يوم العيد فالصوم في يوم العيد منهي عنه عندنا هنا أمران صوم وكونهم في يوم عيد الصوم ورد له جهة الأمر وإن لم يكن هنا على محمل الوجوب وقد يكونوا على محمل الوجوب كما لو صام واجبا والأمر الثاني هو إيش هو مورد النهي وهو أن هذا الصيام في يوم عيد في يوم عيد فهنا قد ورد له الوجوب من جهة والحرمة من جهة أو نقول هي جهة واحدة الصواب أنها جهة واحدة ولا نقول هنا في هذا الموضع أكثر من جهة وإنما هنا جهة واحدة ولهذا نقول أن الصوم في يوم العيد يعتبر باطل وفاسد يعتبر باطل وفاسد لأن النهي ورد إلى وصف عاد إلى الموصوف فهو وصف ملازم فهو وصف ملازم ولهذا النصوص لو تتأملها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش عن الصيام في يومي الفطر والأضحى كما في حديث مثلا عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد في الصحيح فالنهي هنا هو لوصف لكنه وصف يعود إلى الموصوف يعود إلى الموصوف لكن لو توضى بإناء من ذهب أو من فضة فهل يعود النهي هنا إلى أمر ملازم أو منفك خارج الأقرى بأنه منفك خارج فالوضوء شيء والإناء شيء آخر والإناء شيء آخر ولهذا ذهب أكثر أهل العلم هنا إلى أن الجهة منفكة إلى أن الجهة منفكة لأن تعلق النهي هو في الذهب لأن تعلق النهي هو في الذهب وتعلق الأمر هو في الوضوء ولهذا قالوا بصحتها كما هو الحال مثلا فيما صلى فيه ثوب حرير أو ثوب مغصوب على الصحيح من قول أهل العلم وهذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة جدا في الفقه ويقع الخلاف كثيرا بين العلماء في تحقيق المناط لهذه القاعدة يعني هل هذا الموضع الوصف فيه وصف ملازم أو الوصف فيه وصف منفك أو الوصف فيه وصف منفك والقاعدة عند التحقيق وإن نقل الخلاف فيها أصوليا بين الحنابلة وغيرهم إلا أن حين التطبيق في الحقيقة في الفروع نجد أنه لا خلاف بين العلماء في التطبيق حتى الحنابلة يفرقون أحيانا بين المواضع فيقولون بأن النهي هنا لوصف ملازم وفي موضع آخر يقولون الوصف غير ملازم ويقولون بإمكان الاجتماع في موضع وعدم إمكان الاجتماع في موضع آخر وهذا يدل في الحقيقة على أن الخلاف إنما هو في تحقيق المناط على التحقيق نعم ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه سنرجع الحديث حول الصيغ حتى ننتهي من الأحكام التكليفية نحاول أن نستعجل حتى ننهي المباحة أيضا ثم بعد ذلك سنأخذ الصيغ إن شاء الله نعم ومكروه وهو ضد المندوب وهو ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه نعم قال القسم الرابع هو إيش؟ هو المكروه هو المكروه طيب ما معنى المكروه طبعا المكروه في اللغة ضد المحبوب لكن في الاصطلاح ما معنى قال هو ضد المندوب طيب ما معناه إذن؟ ما تعريفه؟ قال ما يقتضي إيش؟ ها تركه الثواب ولا عقاب على فعله يعني ما يثاب على ما يثاب من؟ تاركه لا بد أيضا من تقييد إيش؟ امتثالا إذا تركه امتثالا لله فإنه يثاب على ذلك طيب وإن فعله هل يعاقب ولم يعاقب؟ الجواب لا يعاقب الجواب لا يعاقب إذن المكروه إذا فعله الإنسان فإنه إيش؟ لا يعاقب على الفعل وإن تركه لله فإنه يؤجر على ذلك فإنه يؤجر على ذلك ما مثاله؟ ما مثال المكروه مثلا؟ على قول الجمهور من شرب قائما من شرب قائما عند الجماهير أن هذا مكروه طبق عليه التعريف السابق من يطبق عليه أي مشاكل بسرعة من يطبق التعريف السابق على المثال الذي ذكرناه تفضل فيكون له أجر أو لمالهجر له أجر ومثل ذلك على قول أيضا الأكثر ومثل ذلك على الخلاف لو بال قائما لو بال قائما كذلك أيضا كذلك أيضا يطبق عليه التعريف السابق إن تركه لله فإنه يؤجر وإن فعله لا لا يأثم وإن فعله لا يأثم نعم وسيأتينا في الصياغ شيء من الأمثلة أيضا قال كالمنهي عنه ناهي تنزيه يقول المكروه والمنهي عنه ناهي تنزيه فما جاء فيه أو ما كان ناهيه فيه من باب التنزيه فإنه في الحقيقة يسمى عند العلماء مكروه يسمى عند العلماء مكروه طيب المكروه له إطلاقات في الحقيقة هذا الإطلاق هو الإطلاق المصطلح عليه عند الوصوليين وهو الدارج عند الفقهة لكن قد يطلق المكروه بإطلاق آخر فيطلق المكروه على المبغض وهذا هو الوارد في الشريعة على المبغض يعني على المعنى اللغوي وهو الوارد في الشريعة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه كره لكم قيل وقال ليس المراد هنا هو المصطلح وإنما المراد هنا إيش المكروه بمعنى المبغض نعم قد يكون هذا التعبير أو هذه الصيغة قد تدل على التحريم أو قد تدل على الكراه هذا أمر آخر لكن الإطلاق الشرعي ليس هو الإطلاق المصطلح وإنما الإطلاق الشرعي هو الموافق للمعنى اللغوي هو الموافق للمعنى اللغوي وقد يطلق على المحرم وقد يطلق المكروع على المحرم وهو دارش في ألسنة كثير من العلم المتقدمين كقول الإمام أحمد رحمه الله مثلا أكره المتعة والصلاة على القبور أو في المقابر فإن مراده هنا بالكراهة الكراهة التحريمية الكراهة التحريمية وكقول مثلا الخرقي يكره أن يتوضأ في إناء ذهب أو فضة فإن المراد بالكراهة هنا عنده كما نص على ذلك إبن قدامه كراهة التحريم فهو يرى التحريم ويميل إلى القول بالتحريم كما شرح ذلك إبن قدامه رحمه الله وهذا دارش في ألسنة العلم كثيرا المتقدمين وقد يطلق على خلاف الأولى وخلاف الأولى بين العلم الخلاف هل يندرج ضمن المكروه أو لا يندرج ضمن المكروه ما المقصود بخلاف الأولى بين العلم خلاف في تحقيقه ولكن نقول خلاف الأولى هو ما لم يرد فيه نهي بذاته لم يرد فيه نهي بذاته مثل ترك المندوب فترك المندوب ما ورد فيه نهي بخاصته ولهذا يسمى خلافة أولى يسمى خلاف الأولى فلو أن الإنسان ترك سنها الراتبة نقول هذا خلاف الأولى لكن إذا ورد فيه بعينه نص فنقول ليش الفعل مكروه مثل من شرب قائما نقول هذا مكروه لأنه ورد فيه نص بذاته ومن العلامة فرق بفروق أخرى بينهما نعم ومباح والجائز والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب وقد اختلفه في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة فلذلك أنكر بعض المنتزلة شرعيته وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحضر وتوقف الجزري والأكثرون نعم قال بعد ذلك ومباح وهو القسم الخامس من أقسام الأحكام التكليفية قبل أن أغفل المشايخة وتقام الصلاة في الدرس القادم بإذن الله سيكون من التكليف على الإخوة استخراج أساليب عن أحكام التكليفية في الوجه الأول من سورة النحل استخراج الأحكام أو الأساليب الدالة على الأحكام التكليفية في الوجه الأول من سورة النحل وسنسمع من الإخوة وسأخذ الأوراق فمن كتب في ورقه سأخذ ورقته إن شاء الله واضح يا مشايخ سنستمع منكم أولا في بداية الدرس لبعض هذه الصيغ ثم بعد ذلك لأن الوقت لا يسعى للتطبيق الكامل فلهذا سأخذ من كان عنده ورقه أو كتب في ورقه سأخذ منه ورقه إن شاء الله وفي الدرس الذي يليه إن شاء الله سيعني أعيدها إلى الإخوة بحول الله واضح يا مشايخ ولعلكم تعنون بهذا الجانب إن ترى هذا الجانب هو أهم في الحقيقة من المسائل جانب التطبيق هو أهم من جانب المعرفة هو أهم من جانب الاستزادة والمعرفة ونحن سنحاول العناية بالجانب التطبيقي قدر ما نستطيع قدر ما نستطيع لأننا لو عنينا بهذا تماما يمكن أن نتعطل ولا نستطيع السير في المختصر لكن سنحاول أن نمزج بين الأمرين ووجدنا فرصة في وقت قادم إن شاء الله فسنحاول التطبيق بحول الله جل وعلا المهم أن المطلوب من الإخوة هو استخراج الأساليب الدالة على الأحكام بغض النظر هل هذا هو الراجحة وليس راجحة إن وجدت مثلا كمثال صيغة وجوب جاء لها أصارف فأثبت وإن لم تر ذلك أو لم تجده فلا حرج أن تثب صيغة الوجوب مثلا أو صيغة النهي في الموضع ذاته ولو لم تنظر إلى الصوارف المهم فقط نريد التطبيق على هذه الصيغة التي أخذناها والتي لم نأخذ بعضها يمكن الوقت لا يسع الآن لأخذ الصيغة المحرم والمكروه والمباح لو لم نأخذ ذلك فأيضا أنت مطالب التطبيق عليها بالرجوع إلى المراجع التي تفيد في هذا الباب وبيّنت أساليب هذه الأحكام واضح يا مشايخ؟ قال بعد ذلك ومباح وهو القسم الخامس كما قلنا ثم قال والجائز والحلال بمعنى يقول أيضا من أسماء المباح أن يطلق عليه إيش؟ اسم الجائز واسم الحلال قبل أن نبين هذا الإطلاق وهل هو إطلاق عام أو خاص دعونا أولا نبين ما معنى المباح ثم نعود إلى هذين الإسمين فما معنى المباح؟ قال هو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب الفعل الذي أطلقه الشارع ولم يقيده بحرمة أو بثواب أو بيش بعقاب ولا أيضا بيش يعني لا بثواب ولا بعقاب ولا بأمن ولا بنهي هذا الفعل ماذا يسمى؟ يسمى مباحا لأن الشارع أباح لك الفعل وخيارك فيه بين الفعل وبين الترك هذا هو تعريف المباح إذن المباح هو في الحقيقة ما خيارك الشارع فيه بين الفعل وبين الترك أو ما أطلق الشارع لحكم فيه ولم يقيده بأمر أو نهي مثل ماذا مثل إيش مثل الأكل والشرب مطلق الأكل والشرب فإن مطلق الأكل والشرب مباح ولا محرم ولا واجب الجواب مباح طيب وغيره النوم مطلق النوم أيضا كذلك لماذا لأنه لم يتقيد به لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب أيضا غيره البيع والشراء مطلق البيع والشراء أيضا مباح لم يتقيد به لا أمر ولا ولا نهي وهكذا وأمثلة هذا الباب كثيرة لكن عدم تعلق الأمر والنهي إنما هو لذاتي الفعل إذ قد يتعلق الأمر والنهي لكن لا لذاته وإنما لغيره فينتقل المباح حينئذ من كونه مباحا إلى حكم آخر إلى حكم آخر وهذا أمر مهم ولا يتمحض النظر هنا إلى المباح ذاته أو يتقيد الكلام هذا بالمباح وإنما هو في جميع الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية مشايخ ينظر لها بنظرين نظر إلى ذات الفعل ونظر إلى متعلقاته وأحواله فذات الفعل قد يكون واجبا لكن بالنظر إلى متعلقاته قد لا يكون واجبا بل قد يكون محرما بل قد يكون محرما والمندوب كذلك قد يكون من حيث ذاته مندوبا لكن من حيث متعلقه وأحواله قد يكون واجبا وقد يكون مكروها أو محرما فالنكاح مثلا النكاح في أصله على خلاف بين العلماء في أصله منهم من ذهب إلى أنه مباح والصواب أنه في أصله مندوب لكن ألا يمكن أن يرتقي إلى الوجوب الجواب لا معا مثل من خشية العنت مثلا يرتقي إلى الوجوب الحكم بالنسبة لها أو لا طيب ألا يمكن أن ينخفض إلى الحرمة مثل إيش مثل الزواج إذا تعلق بخامسة أو زواج الإضرار مثلا أو نحو ذلك أو زواج المتعة أصبح إيش أصبح محرما أصبح محرما وهكذا فالمهم أنه قد ينتقي إلى حكم آخر المباح كذلك الأكل والشرب مباح لكن قد يكون واجب متى دفعا للهلكة دفعا للهلكة وقد يكون محرما إذا حصل به الإضرار إذا حصل به الإضرار فإنه قد يكون حينئذ محرما وقد يتعلق به الندب وقد يتعلق به الكراهة وقد يتعلق به الكراهة فالمهم أن المباح قد يتعلق الحكم به وينتقل عن كونه مباحا إلى حكم آخر بحسب ماذا بحسب متعلقه بحسب متعلقه واضح يا شيخ قال بعد ذلك والجائز والحلال بمعنى يقول الجائز والحلال يطلقان ويراد به ما معنى المباح والحقيقة أن هذين اللفظين لهما إطلاقان إطلاق عام وإطلاق خاص إطلاق عام وإطلاق خاص الإطلاق الخاص هو الذي بيّنه المؤلف رحمه الله وثم إطلاق آخر وهو إطلاق العام المباح وكذلك الجائز وكذلك الحلال لهم إطلاق عام ما هو هذا الإطلاق العام هو إطلاقهم إطلاق هذه الألفاظ في مقابل ماذا في مقابل المحظور في مقابل المحرم في مقابل المحرم فالواجب يمكن أن يسمى جائزا أو لا يمكن بل ويمكن أن يسمى مباحا ويمكن أن يسمى إيش عندنا الوصف الثالث ما هو حلال والمندوب يمكن أن يسمى كذلك مباح ويمكن أن يسمى جائز ويمكن أن يسمى حلال والمكروه يمكن أن يسمى كذلك يمكن أن يسمى كذلك فلو جاءك سائل مثلا وسألك عن أمر مكروه يمكن أن تجيب فتقول هو حلال هو حلال ولهذا يكثر هذا في ألفاظ المفتين قد يجيبونك أحيانا عن الأمر الواجب أحيانا بأنه جائز فلو سألك سائل وقال لك استيقظت في وقت النهي ولم أصلي العصر فما حكم الصلاة تقول جائزة أنت لا تريد هنا بالجواز بمعنى بمعنى المباح على جهة الخصوص أو بمعنى الجائز على جهة الخصوص وإنما تريد هنا المعنى العام المعنى العام المقابل للمنع المقابل للمنع يعني أن الفعل ممكن هنا ولكن لا يعني ذلك أنه ليس واجبا بل هو واجب في الحقيقة بل هو واجب في الحقيقة ومثل أيضا لو سئلت عن ذات سبب في وقت نهي وأنت ترى أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي مثل صلاة الاستخارة تقول إيش جائزة بينما هي على التحقيق تسمى أو تعتبر من قبيل المندوب لسيما إذا كان الأمر يفوت فهي مندوبة في هذه الحالة واضح مشايخ فإذا إطلاق الجواز والحلال قد يكون في مقابل المحظور وحينئذ يكون هذا الإطلاق إطلاقا عاما واضح وقد يطلق بإطلاق خاص وهو في الموضع الذي يكون فيه التقيير لا أمر ولا نهي لا أمر ولا نهي بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة وهي حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع قال وقد اختلف في الأعيان الأعيان يقصد بها ذوات الأشياء ذوات الأشياء مثل الآن ذات الإنسان ولا ذات الجماد ذات السيارة ذات المطعوم ذات المشروب تسمى أعيانا ولا ما تسمى أعيان تسمى أعيانا يقول هذه الأعيان المنتفع بها هذا قيد في الحقيقة قوله المنتفع بها قيد للأعيان ماذا يخرج هذا القيد يخرج غير المنتفع بها مثل ماذا مثل الضارة أو ما تساوى فيها النفع مع الضر إن قلنا بجواز التساوي إن قلنا بجواز التساوي فإذا كان أمرا ضاررا فإنه حينئذ لا يقال إنه من الأعيان المنتفع بها لا يقال إنه من الأعيان المنتفع بها ولا يندرج هنا في حكم هذه المسألة لا يندرج في حكم هذه المسألة أما إذا كان الأمر تساوى فيه الطرفان فهنا فيه خلاف بين العلماء هل ثم شيء يتساوى فيه الطرفان أو لا بد من Craft ترجه أحد الأمرين عن الآخر المصلحة والمفسدة والصواب أنه لا يمكن اجتماع ما أصلحه ومفسده أو لا يمكن اجتماع أمران يتساوى فيه من نفع مع الضر بل لابد من وجود التفاوت كما قرره من قيم وجماعة من العلم نقف هنا ونسأل عزيزي الله ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعام الصالح والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر